بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج أذكار وأوراد عن محمد وآل محمد عليهم السلام للشفاء من الأمراض الطريقة الأولى قراءة سورة ياسيم بعد صلاة الفاجر في كل يوم وسوف تجد أن عافيتك ترجع إليك شيئا فشيئا ويزول المرض شيئا فشيئا كذلك قراءة سورة الفلق والناس ثلاث مرات وسورة الإخلاص سبعين مرة كل يوم والمداومة عليها هذه طريقة سريعة جدا للشفاء أيضا قراءة سورة الفلق والناس ثلاث مرات ثم بعد ذلك قراءة سورة الإخلاص سبعين مرة وهذا يكون في كل يوم وتتشافى سريعا كذلك الطريقة الثالثة قراءة سورة الفاتحة والإخلاص معا كما وردت فيها شفاء من كل داء إما سبعين مرة أو أربعين مرة حسب الاستطاع هذه الطريقة الثالثة الطريقة الرابعة قراءة عشر مرات كل يوم في الصباح والمساء قول لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الطريقة الخامسة قراءة بعد الصلاة الصبح أربعين مرة وأنت تمسح مكان المرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل تبارك الله أحسن الخالقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الطريقة السادسة قراءة أهم إني أسلك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك بتكرار سبع مرات الطريقة السابعة كثرة الصلاة على محمد وآل محمد لأن فيها العافية من الأمراض كما قال النبي صلى الله عليه وآله من صلى علي مرة فتح الله عليه بابا من العافية كثرة الاستغفار يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه سواء مئة مرة أو سبعمائة مرة أو ألف مرة في اليوم استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار كذلك الطريقة الثامنة قال الإمام الباقر عليه السلام إذا أنت صليت فقل يا أجود من أعطاه ويا خير من سؤل ويا أرحم من استرحم ارحم ضعفي وقلة حيلتي وعافني من وجعي كذلك الطريقة التاسعة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال تضع يدك على موضع الوجع وتقول ثلاث مرات اللهم إني أسألك بحق القرآن العظيم الذي نزل به الروح الأمين وهو عندك في أم الكتاب علي حكيم أن تشفيني بشفائك وتداويني بدوائك وتعافيني من بلائك وتصلي على محمد وآله كذلك في الطريقة العاشرة هو إعطاء صدقات بنية الشفاء من الأمراض ذكر لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين بكثرة في اليوم بنية الشفاء من الأمراض كثرة الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه قرابة 13 ذكر من الأذكار أو 14 ذكر من الأذكار والأوراد للشفاء من جميع الأمراض بإذن الله تعالى برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر